تعرف تنطق إز ذا وربعة بسرعة من غير ما يلسانك تتلغبط إز ذا إز ذا إز ذا إز ذا طب قول ذيس ثين وربعة بسرعة ذيس ثين ذيس ثين ذيس ثين ذيس ثين أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة Five Minute Practice في الفيديو دوت هقولوكو على حاجة موظم الناس بتعني منها لما بتيجي تنطق الاس مع التي ايتش زي مثلا إز ذا زي ما قلنا في أول فيديو أو ذيس ثين ذيس ثينك بيبقى صعب على إن هو يربط الاس مع التي ايتش وكده فبيبقى الموضوع مش ظريف ومتعب والناس بتعديها يعني بحل منين لاتنين يما بتقول إز ذا والضيع التي ايتش يما بتقول إز ذا والضيع الاس يعني فهو في الحالتين مش هي أصحى حاجة بس احنا بمشي حالة يعني في وسط الكلام كده ومحالش بياخد باله بس أنا بقى في الفيديو دا وده هقول لك الوصفة السرية اللي تقدر تلحم من خلالها الاس ذا وتقولها بسهولة من غير ما تتعب نفسك ولا يبقى في أي مشاكل عندك هي فين المشكلة؟ في التي ايتش صح؟ شيلها والله العظيم شيلها شيل التي ايتش وحط مكانها حرف من الاتنين يا إما دي يا إما اف يا دي يا اف بتقول لي ثانية واحدة وإنت عايزنا شيل التي ايتش وحط مكانها اف أو دي أنا أقول لك بيقول لك أقرب حرف لصوت الذا هو الدي وأقرب حرف لصوت الثا هو الاف فلما تيجي مثلا تقول كلمة زي ذا هتقولها دا فمسلا هتقول إز دا إز دا إز دا إز دا انت مش بتقول إز دا والدا واضحة كده وفي مسافة بينهم لا تقوله بسرعة إز دا لأن لصانك بيقدر يقول إز دا إز دا إز دا بس لصانك صعب يقول إز دا إز دا مش حلوة فهتقول إز دا إز دا طب مش مقتنع شوف معي المثال دا كده صدق أو لا تصدق أنا قلت دي على فكرة ما نطعتش تي ايتش أنا قلتها دا ودس ما قلتش دس قلت دس نيجي بقى للسا حط مكان التي ايتش هنا فبدل ما هتقول مثلا مثلا بقى بدل ما هتقول مثلا ثن هتقول ثن 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 أو مثلا ثن 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 في المثال الأول أنا قلت ثن 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 في المثال الثاني أنا قلت ثن ثن ممكن تكون ما حسيتش بالفرق ده لإن هي بتتقالفه وسط الجملة انت مش هتيجي تقول ثن وهي كلمة لوحدها كده ولا محتاج تحطها في أول الجملة ده أنا حطيتها في أول الجملة عشان بس أثبتلك إن هي مش هتبان معك يعني لو أنا عملت كده ثن ثن أنا أول واحدة قلتها ثن وثاني واحدة قلتها ثن بالف الثانية كان بالف القولة كان بالTH طيب يبقى كده هنبدل الزا بالدي وهنبدل الثا بالف نشوف مثال للتنين مع بعض This thing is the only thing I have This thing is the only thing I have وبس كده ده كان الموضوع بتاع النهاردة وأخيرا وصلنا للفكرة بتاعتي الإيديوم of the day والإيديوم بتاعني النهاردة هو I smell a rat I smell a rat وده مش معناه أنا شامم فار لا ده هنا معناه الفار بيلعب في عبي زي مثلا Something wrong is going on between my parents They were fighting yesterday I smell a rat يعني ايه؟ يعني في حاجة غلط بين أبويا ومي مبارح كانوا بيتخانقوا مع بعض واعتقد كده ان الفار بيلعب في عبي أنا مش مرتاح في حاجة غلط وبس كده ما تنساش رؤية الفيديو عجبك تعمل like and subscribe وشير عشان أكبر عدد من الناس يستفيد وقل لنا في تحب تشوف ايه المرة الجاية او ايه المشاكل اللي بتقابلك لما بتيجي تنتق او ايه الحاجات اللي عايز تعرفها عن هذا الاكسنت اكتر حيث نقدر ان يضمها اكتر في فيديوز الجاية ان شاء الله سلام